أهلا بك كريم ما هي ردود الأفعال حول خطابات الزعماء والقادة أمس نعم تيما سبع الخير كانت هناك ردود أفعال قوية خاصة أن الخطابات التي أدلى بها خاصة رئيس الجزائري كانت قوية جدا وتدعو إلى اللحمة وأيضا الرئيس التونسي قيس السعيد وهكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كل الخطابات كانت تحمل نوعا جديدا ربما من المكاشفة ونوعا جديدا من الجرؤة في الخطاب وتدعو إلى لم الشمل حقيقة هذا هو شعار لهذه القمة الحادية والثلاثين التي تعقد بدا غياب دام ثلاث سنوات كل الأنظار العالم العربي كانت متوجهة هنا وليس فقط العالم العربي نحن نرى بأن هناك ضيوف من هيئة الأمم المتحدة من الاتحاد الإفريقي من منظمة تعاون الإسلامي أيضا كان هناك خطاب أو رسالة موجهة أيضا من بوتين الرئيس الروسي بالأمس وأكد على أن بلادهم مستعدة للعمل مع المنطقة العربية لتجاوز هذه ربما المشاكل الخطابات كانت مثل ما قلت تحمل رسالة قوية للوحدة رئيس التونسي دعا إلى تجاوز الخلافات وأنما يجمع العرب أكثر مما يفرقهم أما الرئيس الجزائري فقد تمحور خطابه حول أولا ضرورة قيام أو إنشاء تكتل اقتصادي يجمع العرب كافة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وأزمة أيضا المياه التي تعصف بها المنطقة خاصة في ظل الجفاف وأيضا ركز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية ودعا إلى تنسيق عربي أو إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق من أجل عقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة والحصول على العضوية التامة لفلسطين ودعا إلى تطبيق مبادرة المبادرة العربية التي هي المرجعية السياسية الوحيدة المتفق عليها عربيا بأن تحل الدولتين وأن تقام حدود 67 وعاصمة فلسطين هي القدس هذه الخطابات ربما كان وقوها قويا هنا بين القادة وخاصة ونحن نعلم بأن في جدول أعمال القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ولا خلافة عنها ولا خلافة حولها والجميع من القادة وحتى قبلهم وزراء الخارجية أكدوا بأن فلسطين الذي تطلبه فهو يعني مسدد وهو سيكون دين على العرب مثل ما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال المؤتمر الصحفي وبالتالي أنظار العرب وأنظار العالم اتجهت أمس إلى الجزائري صوبة يعني تلك القاعة التي خل في قاعة بسكرة في المركز الدولي للمؤتمرات ترجمة نانسي قنقر